اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهيك وهيدي بتعطيها سرعة اضافية صار فينا بسهولة نكون حدرنا التوم المقشر لحطن هيك على الطاولة بس لاتشوفوا الفرق وهيديو اللي التوم بكونوا صاروا جهزين لا انا اقدر نحطن بالطبخة او اذا بدنا بالفريزر وبيبقى القشر لحالو نفس الشي نفس التشوفي لحستخدمها مع شفراتها الصغار لحط البصل لحنحط بنادورة لحنحضر للحم بعجين منحط لحمة ومين بدي يخدن على الفرن انت اوكي هلا بنجرى بنحط البقدونيس لانو كترنا فين يزيد شوية البقدونيس وبصير عندي خلطة للحمة بعجين بيزار في دقايق وبسرعة الشفرات قالوا لحتي تبعتينا نتيجة بوقت جدا سريع هلا اذا ما بدي نالهم على جاة تانى او عصاينية تانى هلا برجيكم كيف بنفس المكناة بنفس المكناة بحط سكرها هلا قفلت عالاخر اليوم شو تانين ولا لا بالا اليوم تانين هاو اياهون ما رح تفتح بقى ايديه صارو ماي اوكي هادي هي شفتو كيف هل قدي نعامتون هادي صار عندي هون بس بدي حطلها بهاراتا ونفسها لتشوبي بسكرها وبخدها عند اللحم بخدها عالفرن لأعمل لحمة بعجين موجودة من خلالها بوتيك اذا مع اشتارة التوم بس بستين دولار عبر اتصالاتكم فينا على الارقام يالي بتمروا قدامكم على الشاشة فيكم تطلبوها هلا ونحنا نوصلكون يها اكيد من دون اي تكاليف اضافية درينك انت جو كمانا هي مكناة من خلال ارياتا اذا انا عم نحكي عن ماركة تليانية ومكفولة من قبل شركة ارياتا بلبنان لدرينك انت جو هي كنية عن شي كتير سريع اللي حضر لي مشروبين بوقت كمانا كتير سريع بس بعب الاشياء اللي بدي اعملها لاحنحط هون موز لاحنحط بالتانية الافوكا لاحسكي وبس انا بشكة بالبادي الاساسي اول ما تجهز اول انينا حت الشفرة بتاني كباية وطعتيني تاني درينك تعمينا بوقت كتير سريع هيدا اول درينك خلص بحط التانية هيو عم تشتغل تكون سكرت تشارت زي زي اني اسربة هيدا الشي بينطبئ كمان عال كباية الاصغر فاليوم وقتها بتاخدو درينك انتقو من خلال الابوتيك اكيد لحيكون في البيس الاوي يلي هي كنية عن وطر جدا اوي واثنين قبلي او اتنين من هالجود يلي لح تستفيدو منن بشكل كتير مهم موجودة اذا من خلال الابوتيك بخمسين دولار دايما بارتصالتكن فينا على الارقام يلي عم تمروا قدامكن على الشاشة بنواصلكم كل هالاغراض اكيد اكيد من دون اي تكاليف اضافية لحنتين الاكسل ونحكي عن هالطنجرة اللي هي طنجرة الضغط موجودة من خلال الابوتيك باياسين اولا اياسية اللي هو خمسة ليلت واثانا اياسية اللي هو تسعة ليلت اليوم هالا اياسية يعني بتفيد ستة البيت خاصر الخمسة ليلتر اذا احنا مننا عائلة كتير كبيرة او حتى اذا بس بدنا نخصص صنف واحد من المأكلات مش كل العائلة بتاكلوا فطبعا نحط طنجرة كتير كبيرة اللي بتغلي على النار صار فينا نحضر به طنجرة الضغط كمية قليلة من المأكلات علما انه هي خمسة ليلت فالحلو فيها كمان انه المانية الصناع سهلة الفتح هي دول خصائق سناجر الضغط لازم يكونوا سهلين انهم يفتحوا ويسكروا الغطم زود باثنين صباب وعندكن السماكة بالاسفل يلي كمانها سماكة بتخلين يكون عم باخد حرارة بشكل كتير سريع للطنجرة من الغاز وبتوزعها بشكل اساسي على كل ارجاء الطنجرة موجودة اذا بخمسة ليلت وبتوزع ليلت بسعرين مختلفين لحنا نسائل لمجموعة من السكيكين وهن مجموعتين ضمن تو باكيجز الباكيج الاولاني يلي مألف من السكيكين يلي هن معمولين من الستين السستيل ومطليين بكذا لون حتى تفرقوا بين السكيين والتاني واسكيكين يلي هن من السيراميك يلي كمان هي فيوجن بعالم المطبخ طبعا سكيين السيراميك سكيين مصبوب سبب كله سيراميك فبالتالي كمان هون ما بيتفعل مع الاكل وما بفتفت وهيدا سكيين مش بحاجة انه ينسان ابدا الباكيج الاولاني موجود بـ 40 دولار والباكيج التاني موجود بـ 45 دولار وانما بهيدا الباكيج ناق السكيين تعرضنا للصريقة في الاستوديو هلا بدي اعرفين اخد السكيين هن اربع هن اربع من السكيين اكبر لاصغر وهالسكيكين موجودين مع ستاند وبيزيدوا بس 5 دولار يعني الباكيج الاساسي الكبير مع الاسكيكين نسيراميك موجودين كلهم بـ 45 دولار راح استعديف معي ميسيو داغر ميسيو داغر اهلا وسهلا فيك موجود كيفك كيف مردي 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 الكلينتري هو محطة اساسية صارت معنا ببرنامجنا لنحكي اكتر عن هيدا الفلتر يلي بيسمح لحياة اللي ماي انها تصير ماي صالح على الشهر تعرفي ليه لانه هو فعلا شغلة اساسية مفروض تكون موجودة بالبيت مش انه شيء ناخده كماليات والصحة شغلة اساسية مفروض نحافظ على الماي اللي منشربها اول شيء لانه نحنا جسمنا مكون من 80 بالمية من الماي يعني معرضين 80 مرة زيادة عن غير اشياء نتلوث من الماي مش من هيكي ضروري نحنا ناخد ماي خلينا شوف الاكسبرينس سوا فاذا هيدا ماي عادة عم نسحبها ونرجع نردها نسحبها ونرجع نردها عم نفرج بس الفعالية تبع الفلتر نحنا عم نزيدها شوي على الفلتر بس العالم تعرف نعم وهيدا الموضيل الصغير حيطنا نحطله كمان هيدا المراهب يفرجينا كمان على الفلتر شو هو يعني من شو جزا عندك الفحم الفحم يلي بشلك كل شيء طعم ريحة لون تريتد مع سيراميك لانه بيقدر يفكر كل شيء كاميكا الكانطاند من تريتد مع سيراميكا الكولور تالت مرحلة هي الهولوفايبر ممبرين هولوفايبر ممبرين بتشلك كل شيء طعمة وريحة ولون نعم كل شيء بكتيريا وجرمز فاذا شو ما كانت الماي شو ما كانت مصدر هيدا الماي حتى لو كانت مثل هاي لأ ميت الشطي ومعطوعين من ميت الشرب لح تقدير تنزل وتصير مي معدنية يعني مليانة معادن وطالحة لانه نشرب مضبوط هلا نحنا له ثلاث وضعيات الفلتر مية عادة بهالطريقة بتحوليها مرشة كمان ما نكون عم استهلك الخرطوشة وبهالطريقة بيقطع على الفلتر وبينزل من الفلتر صارحة مية بالمية لشرب لو نحوله على الفلتر ضروري المية تكون ما ننصخناه مية عادة نعم هلا نحنا ناخد عينيتا نشوف من هون اوك نرجع نزلطها فازلا هيد المية اللي هي زيتها الذهي سأي للتنظيف البيت فرضنا ومن ثاني الجهال حتنزل المية صالحة لا الشرب مظبوط نحنا فينا نحطه على حنافية الخزان او حنافية مية الشرب على المجلة نعم هلا بالشكل مبين انه صارت المية ينظيفة وأنا ما بترك لئلكم تخدوها تختبروها بحالة المختبر انتو بتوسقه فيه صاح وابيكفلها من شده مما فيه شكل لحطة المية صالحة نحن يعني اول شي برند نيم متو بيشي هين الشركات الكتير الليل يلي بعدها بس بتصنع باليابان وهذا الفلتر بعمل 35 ألف ليلر عم نحكي 35 ألف ليلر يعني منكون عم نوفر 35 مليون ليرا اذا ما نشتريه الماي بقى اكيد نحن فازان السعر يلي شفناه هو الفلتر الكبير وهون الفلتر الاصغر يلي سعره رجع قبل الافر يعني السعر ما قبل الافر 220 دولار مع الخرطوشة الاضافية لا الخرطوشة اللي معه الاضافية حقسات 8.8 دولار بهذه الطريقة مستعمل الماء عادي بهذه الطريقة منحولها مرشي بهذه الطريقة منحولها على الفلتر عزيم انا بداية تشكرك لحنا اخد لحظات للأعلان ومنرجع لمتابعة الحلقة رح نكمل معكم الحلقة وننتقل المجموعة الكبيرة من التناظر يلنهني المانيات الصناعة تناظر من أربع ايسات مختلفة من أكبر تنزرة اللي دايما بتنبشوا علي ممكن تشتوها لحالة بسعر اللي عم بتشوفوها للمجموعة كلها تنزرة كتير كبيرة بتسع اكتر من 9 كبيات من الرز فهون للعائلة الكبيرة اللي حيكون فيه تنزر نقدر نطبخ فيها اكل لكل العائلة كمانا التناجر الاصغر اللي مستهلكون ممكن لست كبيرة رز اصغر شوي اصغر جوي فاذا هنا اربع تناجر اساسيات اضافة للسوسيات كتنزرة مع مسكتا كمانا هون عم نحكي عن تنزرة اضافية صغيرة المقلة للستيك وللجيش كمانا مزودة بهالهيك الريور المورودة بالنص لنقدر وقتا نعمل شوي الستيك تعطيني هالشكل الريه كأنه مشويين على الجريل او على الفحم الكامبي اللي هلا لح نشوف استخداماتها العديدة والمصفية اللي ايضا لح تستخدم على التناجر التناجر كلهم مزودين بهالاغطية وكل غطى فيه ترموستات ليعطيني حرارة التنجرة فاليوم انا مني بحاجة انه ارفع الغطى عن التنجر لأعرف اذا المي غليت اذا الرزيت خلصه اذا لازم خفف او النار او هلا لازم نزل الاكل كله هيدا عبر الترموستات بيعطيني حرارة التنجرة اليوم اذا وصلت الحرارة لـ 80 درجة بعرف ان هالتنجرة عم تغلي وتوتيها للاربعين خفف النار وتوصل للاربعين بعرف انه هلأ بمرحلة تعييد الصلصة او بالنسبة للرز لازم يكون تفيت النار تحته بيبقى الغطى على التنجر وبتبقى الحرارة تنزل اكيد تدريجيا وانما ممكن تبقى ضل فوق لـ 3 ساعات اكل صخن قادرة اكل من هالتنجرة كمان عندكن الباسوار اليوم صحيح فين صف فيها لحبوب وغيرها وانما الباسوار اليوم صار فين اسلق فيها على البخار تغري فوق التنجرة الاساسية شو ما كان الاكل يلي عم بعمله حتى بالتنجرة الاكبر شوي فين اعمل هيدا شي الكامبي خبرتكم عنا قديش هي مهمة اذا بتشوفوها هيك بالاول بتفكروها جات وانما هي اكتر من جات هي كامبي هي علبة فين نضف فيها الاكل هي كمان الاقدر اعمل عليها كل انواع البامري ايضا فين نسخن الاكل وفضلات الاكل الموجودين بقلبها فين نكبر التنجرة وتصير غطى وفيها تصير طريقة ان نوصل الحرارة من التنجرة التحتنية للتنجرة الفؤانية وقدر اطبخ على عين الغاز واحدة موجودة من خلالها بوتيك كل هيدا المجموعة بسعر كتير كتير قليل 220 دولار دايما عبر اتصالاتكم فينا على الارقام يلي عم تمروا قدامكم على الشاشة تسع وسبعين مية تنين خمس ست سبعة تمانية وتسعة وصفر تسعة أربع وسبعين سفر تمانية تمانية تسعة بنتهي للمجموعة الكتير حالة وكتير كبيرة من سرفيس الطولي يلي كمان هن المانيات ومن مارك دورتش وتحديدا كل سكين وكل شوكة مدموغة عليها هيدا السيناتور لدورتش عم نحكي عن تنين وسبعين قطعة قصة من بين السكيكين القبار ده زين من الشوكة الكبار وده زين من الشوكة الأصغر لد السار كمان الملاعق الكبار والملاعق الأصغر لد السار إضافة لكل قوين السكيب يلي بيعملوا لمجموعة 72 قطعة اليوم هيدا المجموعة فيها تكون سرفيس لسالونة لقودة السفرالة وقت يكون عند معزيم وكمان إذا قصمتوا وجزقتوا سارون فيهم يكونوا لما تبخكن أول شي ما بيصدوا ما بينتزعوا بفوتوا على الجلية بينشافوا بسرعة وما بدون تلميع موجودين لـ 72 قطعة بيسعر جدا جدا قليل طبعا مع بداية الشطرية كلنا منستحلى كاس مبيد عشية اليوم من خلال الابوتيك كمان الابوتيك صار إلو حصة ببرنامجنا صار إلو حصة إنكم تقدروا تتسوقوا من أجود وأفخم أنواع الابوتيك من خلال الابوتيك الكوفريات اللي حيكونوا سبيسيال نوال اللي حنمطلقن من خلال برنامجنا وطبعا أنتو عليكن تشترون وتتضوقوا هالنبيد يلي كتير جوته عالي خليني نبلش أول شي أول شي عم نحكي عن كلودو فنيك سيدة هي مارك المبيد طبعا بتشوفوها بأفخم المحلات اللي بتبيع المبيد عم نحكي عن المبيد أحمر حائز على الورد وين أورد يعني حائز على شهادة الديكانتر لجودة هيدا المبيد عم نحكي عن شاتو سيراي 2009 بأنينتين بسعر 50 دولار يعني الأنينتين موجودين ب50 دولار فهيدا المبيد هو أغلب كتير وإنما لأنه من خلال الابوتيك عم بتكون الأنينتين من شاتو سيراي تحت أمضاء كلودو فنيكس وطبعا حائزة على الأورد عم بتشوفو الدمغة الموجودة على أنينة المبيد طبعا هن من المبيد الأحمر بنسايل للمجموعة الثانية والأنينتين الثانيين يعني كمان ضمن باكيج واحد من المبيد هون بتختلف تانين هيدو لألفان وعشرة هون بالباكيج الثاني هيدا أمبيد من الألفان وعشرة كمان عم نحكي عن تاني مارك نفس الماركة وإنهم سمينا كابغني سافينيون لازم دوقن لأخبركن أكتر عنه لتنين ب47 دولار وإنما كمان حائزين على الأورد كأجود نوع مبيد لأنينتين ب47 دولار فاتصتوا هلأ وباش وزودوا مونة المبيد لشرة يلي فعلا عشية واحد نعرف قدي مفيد المبيد وقديش صحة إنه منشرب على القليلة كاس مبيد كيف إذا كان من أجود أنواع العناب والمبيد الأحمر يلي كتير منيح لده رح نتقل لماستر شاف بلكن منحكي بالأول عن ذاكم يلي موجودة وهي المكنس الكهربائي يلي كمان عجبت كتير من النساء والسيدات يلي بعدهم بنبشوا على المكنس العمودية يعني واحد أول شيء بعمر معي مثل عنا وجع ضهر في ناس بتحب هيدا الشكل للمكنس لأنه بتقول إنه بتنظف أكتر من المكنس الصغيري يلي بسموها فارا اليوم أبرايد فاكيوم هي هيدا الفاكيوم من ماستر شاف يلي بسهولة لحقدر نظف السجيد البلاط الباركي وقدر اتحكم بلو الفرشي يلي لح تبرم وتسحب لي الغباية خلييني دورها لفرجيكم سهولتها لحروح على الاضراب فهلقدة سهلة إنه تنظف تكرج لحالة يعني ما كثير بتعزز بلست إنه الفراشة عم تقدر تنظف استجاده من الكعب هيدا اللي بيميز الإطرايدي باكيوم بتكون عندكم مكنسة كهربائية وقصة كل السيدات بتعرف إنه هيدا المكنسة مهمة لأنه بتقدر تسحب لي الغباية من الكعب مش بس عن وجه استجاده يعني إذا بتقدروا تشوفوا الكعب بتلاحزوا هالشرفات اللي بتبرم يلا داون اوكي هون اذا هيدولين عم يبرغوا هني اللي لح يخلي السجاة يعني كانوا عم ننفذ السجاة كل الاكسسوارات الموجودين ان كان الاكسسوار الفؤاني حتى حطوا على التليسكوبك تيوب كتير مهضوم لانه بيعلى يعني ممكننا على فيه قدمبضنا هو شكله هيك معمول بطريقة كتير تقنيته عالية كمان هون عندي هيدا تلبيت لا هدر نبديت اللاز نبديت لك زاكتتك انت كمان بل في هالشمزك اوكي هالأدية قوية ما تزعج هالأدية قوية هالأدية تلبيت تباعة بيقدر يعطيني فعالية يعني فعالية زدا عالية متن تكتير حلوة وفيها كل الاكسسواريزة اللي ممكن تعزون اكتر من هيك والألاز ما لازم تعطيس لانه لا هيدا عم تمزح معلاء لانه فيها فلتر ما بتخلي الغبر اطر على وراء ما تهرب من انك تشتري لنا يعني كمانا هون بيكابسة لح نقدير نفتح رادي اوكي هيك منكبون بالبوبال ما بنرجع منكبون بالسجدة إلا إذا فيه أصاص لحدا بنرجع منكبون بالبوبال موجودة من خلالة بوتيك بسعر كمانا كتير حلو سعر توفيري لا بداية الشتة للناس يلي بدون هيك ما تنسوا انه كمانا بتنضب وبترجع بتصير صغيرة حتى نضبها بالخزينة موجودة من خلالة بوتيك بمية وتمانين دولار دايما عبرت صليتكم فينا على الأرقام يلي بتمروا قدامكونا على الشاشة راح انتهلك منها من ماستر شاف للشاف للمطبخ وهي تحديد هذه الماشين الكبيرة يلي راح تعطيني كل شي ممكن أحلام فيه داخل المطبخ كأنه بالمطعم لأنه راح تقدر تعجل راح تقدر تعمللي تاستا راح تقدر تعطرق اللي عجين راح تقدر تعصر الرمان البندورة لأعمل دبس الرمان عصير الرمان وحتى إذا بدي أعمل معجون الطماطم بلاس لح تقدر تحشل فواري تقرس الكبدة تخفق تعجل تعمل قطو بجرن كتير حلو يلي هو من ستين لسستيل هيدا جرن يلي بياخد أربعة كيلو طحين فاليوم مافي ماشين بالسوق ثلاثة كيلو طحين مع كبا مع لتر ماي يعني بصيروا بيوزنوا تقريبا أربعة كيلو بيصير وزنن للعجينة كعجينة جاهزة هيدا الستيني السستيل كمانا مابيتفعل مع الأكل مابيصر له شيء وهيدا البول الكبير لح يقدر يعطيني نتيجة سريعة بأربعة دقاي اللي حكون عامل عجنة كتير كبيرة عنا أول أكسسوار يلي هو للعجين تاني أكسسوار للعجين كمان وأنما العجين الأرائل فيه أكتر سويل خفائة البيض دلقتوا أي شيء من الخفئ يلي بتكون تعملوا هيدا الماشين من خلال الأبوتيك لح تحصلوا عليها مع على فرامة اللحمة وهون مع الثلاثة أقراس بئيسات مختلفة دغر اللحمة فيها تطلع خشنة أو نعمة أو عن جد يعني كبيرة لازشي تاني من الأكل فاليوم ما ضروري مرئن أكتر من دور عندكن عسارة الرمين يلي مش موجودة بي ولا ماشين إلا بالماستر شايف كتشن ستاند ميكسر إضافة لهاشي لتيوبز يلي لح تسمح لكم كمان تحشوا الفوارغ تحشوا المقاني وحتى إن كون تقرسوا الكب موجودة بـ 480 دولار سعر جدا قليل لماستر شايف مكفولة سنتين من خلال الأبوتيك دايما عبر تصالي تكون فينا على الأرقام يلي بتمروا قدامكن على الشاشة رح انتقل لنحكي عن المساج ماشين يلي هي وهون صارت الماشين فين ألبسها على كتاباتي فين أحضر تليفيزيون فين أقرأ كتابي وعنت عملي نوعين المساج أول نوع يلي هو واتب تروح على السباب يعملون لكم بالبول الخشب مساج تاني نوع يلي هو واتب بحطو لنا الهب ستونز أو الحجار الصخنين كمان على أماكن من جسمنا يلي يكون فيها معقد العضل فيها اليوم وقتها اقض ببيتي وإلبس المساج ماشين صارت شغلة لذيذة انه كون عن جاتك اليوم عم بعمل تقريبا عشرين دقيقة من المساج بعيدة عن سنسلة الظهر وإدراء تحكم بالزرار فبكبسة واحدة بالدود شفت هيدا الأحمر هيدا شي نوع تاني من المساجة اللي عم خبركم عنه هيدا فينه إلغية يعني فينه قطفية وفينه ندورها حسب المساج اللي بدي أعمله ما تنسوا إنه بعيدة عن سنسلة الظهر إنه إذا تعملي هيدا المساج بسهولة وتليني العضلات من بعد نهار طويل من الشغل سهلة إنه ألبسها ودايما فينه يكون حطتها بالسالون وهلا فيها أوبسيون زيادية اللي هي 12 فولت يعني فينه يكون حطتها بالسيارة هلا كمانا شي المهضوم فيها إنه تقل إيديه هو هي اللي مسبتها فاليوم أنا ولبستها مني بحاجة إنه إليه على ولا محال كل ما بنزل كل ما بتعملي على أسفر ظهري وكل ما بتطلع كل ما بتغير البوزيشن تبعه كل ما بشد إيديه أو برخي إيديه كمانا بصير تتفاعل مع جسمي حسب إذا عندي ميلة اليمين معقدة أكتر من ميلة الشمال كمانا هيدا شي بتساعدني إنه أقدر أعمل مساج إريحني موجودة بتسعين دولار ولح تبقى بتصور بس أنا أعطي شانس للناس يلي بدون يهدوا قفت على كريسمس في كتير ناس ببلش هلأ هيدا الشهر تضمت هيك كدويات كريسمس فهيدا من الكدويات المهضومة إنها تكون لكريسمس إذن موجودة بتسعين دولار ودائما عبر تصالتكن فينا على الأرقام يلي عم تمروا قدامكن على الشيشي بنتين للهوت بلانكت هالبلانكت أو هالشرشة في هالي وقتها بتحطوه على الفرشة الأساسية بيقودة النوم على تختكن على زاويتكن الخاصة هيك ما بقى بتتخينقوا أنتو وشريكم بتتخت يعني واحد بردين واحد مبوز هو هنه واحد فتصان هيدولي عبارات بنسمعون بالشتو في كتير ناس بصيروا بيتخينقوا يعني طف الدفاية دور الشوفاش أنا مش فتصان ولو أنت بردين يعني هول كلمات بنلغيوا لأن كل واحد صار حر بتدفقتو إذا كان عندو هيدا البلانكت هيدا البلانكت لح حتى على جهة من التخت لحشكها بالكهرباء ورح تقدر تعطيني حرارة تناسب جسمي أنا فينا عدل بحرارتها يعني فينا خلي التخت يسخن وقطف البلانكت ونام وفينا خليها كل الليل دايرة على حرارة معتدلي حتى ضلنا دفيانة كل الليل هنه تركي تركيات الصنع وموجودين من خلالها بوتيك بالسعر ياليا عم تشوفوه قدامكم على الشاشة فهو شي كتير لذيذ ان يكون عندي ببيتي ما بيصروف كهرباء كتير وقدر دفي حالي كل الليل بلا مصروف مزود وبلا مصروف كهرباء كتير عالي موجودين اذا بشتاعر جدا اليمن خلالها بوتيك فما ترددوا تصلوا فينا هلا وحصلوا عليهم بنتقل لنحكي عن نشوف فيديو تحديدا لتاني اكسرا فاقاس ومجموعة اليوم مش من العبيت انما من البيل من تريكو من التيب يلي كمان اللي حتستفيدوا منهم باسعارهم وبالفاشن اللي موجودة بهيدا الفيديو حضرو وانا اغراضكن موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وخفيفة الوزن نعم ودائما منقول انه هي اذا كان سيد ماهر او سيد مش محترف فيها تكون هي البرودة يلي بلش فيها الصيد وفيها تكون ضمن الكلكشن يلي اخدها صح؟ اكيد اكيد ولانه سعره كتير قليل فكما انا قطعة حلوة تكون موجودة عنا بالبيت بالنسبة للاسعار عم بتشوفوا سعر برودة البريدة اكيد مع البتا انما مع 250 ضارب بتحب تفسرنا شوية عن الخراتيش شو بيختلفوا عن غيرون هنا عم نحكي عن السوينج السوينج اللي هي افريفي الياج اوروبية كتير مرتبة ويحيي هون اوكي ديزاينها حلو من برها ومفعولها جواني كتير اول لازم نجربها نجربها هون شي مرة بستوديو فينا فينا نجربها اوكي هيدولي بالنسبة اذا لأول افر لحنا نحكي عن الجير يلي هي البدلة مع الكراسي يلي كمانا حلمين تكونوا عم تاخدون اذا ما بدكم تاخدوا البارودة انا ما بدكم هيدا المجموعة ككادو او لألنا يعني كونوا يبسين بدلة الصيد شو بتتميز هيدا الميزة ما بتتأثر بعوامل الطبيعة يعني شامس جدي دا اللونة متموة والكنزة طبعا بالدرفة وهيدا الشابو والطونتالون معه مع الكراسي مع الكراسي يعني حلوين ينهدوا كمان هلا فترة قبل العيد هلأ اذا بدنا ناخد الباكتش كله كمان عم بيكون سعر اضافي يعني البرودة مع كفلتها مع الميتان وخمسين ضرب مع الجير كله بلا إلي عنايس سعر كتير قليل بدكم لا انا تروح تشوف عصد إلي انا بديتشكر أهلا سعلا فيك ودايما نوجودك محبب على قلبنا راح نسير مشاهدين اللي نحكي عن الديكوترال اليوم مثل الصياد يلي دايما عنده انفسس على كتفه هو وعمبي يتسياد ممكن يعمل تكلس بكتفه فشوفوا كمان بواسطة الديكوترال يلي لحيساعد حيلا انسان عنده تكلس بالتخلص من التكلس بسبع تيام يعني اليوم مش عم بياخد علاج يطول وبدو إبار وبدو مسكينات لا كرام هيا ان استخدمه على المفاصل اللي فيها تكلس هو لحيغز الغدروف هو لحيخلي الغدروف يسمك وهو لحيخلصني من مشقة التكلس ومن أليما علما انه ما فيه مخدر اليوم دايكوترال وقتا بيدخل على المفاصل المصاب بالتكلس وقتا بيغز الغدروف والغدروف بيتفاعل معه هالغدروف بيسمك هالماد اللازج الليني اللي انا بحاجة لقلب مفاصلي حتى اتحدث بترجع لطبيعتها وكأنه ما كان فيها تكلس بوقت جدا أصير أنا ضروري أذكر انه اذا حاندي مشكلة أساسية مسببت للتكلس يعني مشكلة وزن مشكلة ديسك مشكلة عصبة فرضنا لازم عالج المشكلة ونتيجة هالمشكلة اللي هي تكلس لحيخلصني منها دايكوترال أما اذا عندي حادث عام لحادث كيسره ركبته طالبين لغيار مفصل الأصابيع بلش ويعملوا انحراف ضروري استخدم كمان الديكوترال والديكوترال يعطيني نتيجة بوقت جدا سريع عم نشوف حتى سنسلة الظهر يلي بين كل فقرة وفقرة عم بيكون فيه غضاريف هاي دول الغضاريف بينقزوا وكتير بيقولوا عنهم ديسك صح الديكوترال بيشتغل الشغله الأساسي كمان مع نجاح التخلص من الديسك شفته المادة اللازجة يلي بتسمح للوريك للكتف لكل اعظامنا ومفصلنا ان تتحرك هاي دي هي المادة يلي ممكن تنقذ بسبب التكلس وهي دي هي المادة يلي انا بده صححها بواسط ديكوترال ما في شي تاني بيخلصني من التكلس الا ديكوترال فكل الناس يلي سبقوا وجربوا ديكوترال بيعرفوا عن شو عم بيحكي في ناس خضعوا لهيك عملية يلي هي تنظيف الغضروف بيبقوا الاعدام من جهة على غضروف بعده ممكن مستمر بانه يعطيني فعالية وانما الجزء التاني يلي شلناه بقيوا الاعدام يدقوا ببعض حتى كمل عمل العملية انا بحاجة للديكوترال الديكوترال اساسي ما فيه عوارض جانبية وما بيتعارض مع ولده وابتخدوه بيغنيكن عن عمل جراحي انتو بيغني عنه اذا كان الجسم قادر ينضف حاله من التكلس على شرط تكون هالغضروف عم تتغزى فنحنا منغز الغضروف بواسطة الديكوترال ومنترك الجسم يتخلص من الباقي موجود من خلال بوتيك بسعر جدا قليل حتى يكون يعني مع كل انسان بيعاني من التكلس فما لكم غير تطسوا فينا على الارقام يلي بتمروا قدامكن على الشاشة حتى تحصلوا عليه وانسوه امر هالعملية كل شي عم بنطفه هون بالمكانات الجسم قادر يخلصنا منه بالسيستام اللمفوي وهيدا اللي بنلمسه هو ورم آسي مثلا على اصابع اليدين وعلى الركبة كل الناس يلي استخدموا ديكوترال لقيوا انه هيدا الورم الآسي مش الورم اللي فيه سخن يعني مش العصبي انما الورم الآسي يلي بيسمى متكلس الجسم قدر يتخلص منه وقته استخدمت له ديكوترال اذا الديكوترال موجود بالسعر يلي عم بتشوفوه قدامكن على الشاشة رح انتلا نحكي عن النوفا سيلا يلي نفس المختبر اللي كون الديكوترال كون النوفا سيلا اخذ بعينه اعتبار السلوليت يلي هي دهون بتتراكم مع الزمن ممكن تكون صبية عندها وزن قليل وعندها على المؤخرة والوراك والفخاد سلوليت وممكن تكون امرأة عندها سلوليت وانما وصلوا لحالة الكابيتون يعني ممكن يكون بدهم اكتر من مساج لايروح اليوم بوجود النوفا سيلا انكنتم تمتموا لها الفئة من الناس او الفئة الثانية نوفا سيلا قدر يخلصكن من السلوليت بمجرد انه ندهنوا على المنطقة اللي فيها سلوليت لاحيشيل بين الـ 3 والـ 5 سنتيمتر من هيد الدهون فبالقييس كمان لح تخسرواقييس اما بالنسبة لروعية البشرة شوفوا كيف عم تتحسن يعني حتى اذا كان عنا تشققات وتشات من ليزر فرضنا عم بيروحوا حتى النساء يلي زغروا الكوتور دو فيزاج بواسطة النوفا سيلا تحسنت الرأبة وشدت البشرة وهيدا كله راجع على نوفا سيلا يلي بيخلي الاكسجان يرجع يمرق بالبشرة ويعطيني كولاجين ويعطيني إلاستين من جسم موجود من خلالها بوتيك بسعر جدا قليل دايما عبر تصريتكم فينا على الارقام يلي بتمرق دايما على الشيشة بيوصل لعندكم اكيد من دون اي تكاليف اضافي لحرجع ان تقل لابو بيجو ونظرا دايما للطلب الكتير يلي بيكون على هال المجوهرات يلي برجع اذكر هي معمولة من الفضة ومطلية روديو متل ما خبرتكن هي صحيحة اسوارة فيها حبة وحدة وانما اليوم هيدا الاسوارة وقتا بفتحها صار فين حط وغير الحبوب حسب شو ليب ستيب يعني صار فين نشيل الحب الزهر حط حبة ترانسبران مع الزيركان يلي موجود بالاسوارة وحول هالاسوارة يلي اشتريتها لاسوارة تانية وكأنه شارية ست اساوير هاي الاحجار هن بقيمة اكتر من اربعين دولار فاليوم وقتا بتشتروا هيدا البيجو من خلال لابوتيك لح تحصلوا معها على ست احجار بألوان المختلفة فهيدا بالنسبة لأول اسوارة تاني اسوارة كمانا كنت ذكرتلكم انه بتتغير كل هيدول الحجار الشايفينون فينا نغيرون يعني فينا شي للموف حط فرضنا لولو او حط أصفر او أخضر هيدا حبة حلوة فهون صار فينا نغير وابدر بالحجار فهيك بكون انا عم غير بالاسوارة حتى الحجرة الكبيرة فينا حتى حمرة صارت كريسمس يعني حتى عا كريسمس اذا عنده تيب بدي ألبسون فينا ألبس هيدا الاسوارة فموجودين اذا من خلال لابوتيك ما بدنا ننسى انه المكفولين من قبل بوبيجو مدى الحياة مكفولين او شي ما بيروح لونه لأنه مطليين بالروديو تانيا عندكم برجع في حابتكم توسعوا تضيقوا الاسوارة فيكم تعملوا هيدا شي بنرجع من شوف بشكل سريع فيديو بيخبرنا اكتر عن تاني اكترا وعن هالكولكشن الشتوية من الكنزات يلي هن رقا يلي هن نوعيتهم جدا حلوة ويلي كمان بتنفردوا وقتا تكونوا لابسينهم وهيدا شي انفرد فيه كل سيدي لبسة عباية من تاني اكترا شوفوا الفيديو بنرجع متابع حالتنا شكرا شكرا كل الاكساسوريز وكل التابية اللي شفتوه ان كان اوتفت كامل او حتى الكنزات كلهم موجودين من خلال لابوتيك وطبعا عبر تاني اكترا فاجاز حتى تقدر تشترون كل شي شفتوه موجود منه بقياسات مختلفة فاطلبوا لقياس والمودالية اللي عجبكن وانحنا منصلكون اكيد من دون اي تكاليف اضافية مشروب الشتة الاول هو المبيد وطبعا كيف كان اذا المبيد حائز على الديكانتر ويرد وين اوورد وبالتالي حائز على شهيدة بتخوله انه يكون من اجود اصناف المبيد الماني وعم نحكي عن آفري اللي هن انتين من المبيد مضال يعني الالفان وتسعة لبناني عليهم قالولي الماني وحكياني الماني اللي قال لي اوكي انوي فهن شاتو سراي وفيكن تاخدون هن فان روج مبيد احمر موجودين عبر البوتيك بسعر جدا قليل الالفان وتسعة موجودين بخمسين دولار والالفان وعشرة يعني سنة فرق بيناتون موجودين بخمسة واربعين دولار لاثنين اه فاذا الجائزة هي المانية اوكي ما بتصور بعيش عنب بانو الجائزة هي المانية تستد بانو وانما هو عنب لبناني موجودين ازا من خلال البوتيك بالسعر اللي عم تشوفو قدامكن على ش رح ستضيف معنا مسيو جمال ديك وطبعا الغنية اللي موجودين معنا حتى نحكي اكتر عن كمان مواضيع بتهم كل اللبنانية وكل العرب والاجانب اهلا وسهلا فيكم كيفك الوزن منو حكر على بلد ومنو حكر على طبقة من الناس كل العالم معرضة انه تكسب وزن وانا مش كل الناس عندون شانس انه نخسر وزن اليوم شو الشانس اللي عم نعطيه للناس اللي عنده وزن كبير اليوم متل ما اتفضلت كل الناس عنده شانس انه تخسر وزن وان ما كانوا موجودين هيدا موضوع البداني منو محصور بمحل معين مش لدولة معينة ولا لبيئة معينة هيدا موجود بكل المجتمعات بكل البيئات اليوم صار متل شغلي كبير يعني صار متل وباء الناس كلها ياته بده تتعالج هيدا الشيء وتتخلص منه لانو الوزن الزايد بعرض صاحب لمشاكل كبيرة وتعرف اذا ما ظهرت فورا رح تظهر بشكل متلاحق وبتسبب امراض بتسبب قصص مستعصية بصير صعب انو نتخلص منها يمكن بالبداية اذا حزنا عنا وزن زايد وعلى جنيه بشكل سريع رحيكون شيء منتاز جدا انما اذا تركنا الامور تتكدس وتتراكم وقلنا ما عم ينزر وزننا وجربنا كتير قصص بيتية او غير مدروسة عملناها واخدنا قصص ما بتفيد رح نلاقي مشاكل كتير كبيرة لبعدنا وطبعا مثل ما بتعرف الفشل بعملية نزول الوزن بسبب نوع من الاكتئاب عند الاشخاص بسبب نوع من انه فشلنا خلاص كتير من الناس ومتل ما بتعرف نحن اليوم بعصر الصورة وعصر الصحة يعني بهمنا بطبيعة الحال نكون بالجسم المزبوط وبالرشاء بالشيط المزبوطة لحتى نحافظ على صحتنا ولا حافظ على صورتنا لانه اذا بدنا نتواجه لأي عمل اليوم اول شغلي اديش يعني اذا شيء هيدا بتلاقي اما شغلنا بيتلاقي اما غنى اليوم يعني واحد صحيح بينزل وزن وانما مع كل برودكت من عندكم اذا كان فيا لين فيا انا او فيا تراجول اكسبريس مهم كمانا شو عم يخسر من وزن يعني مش بس مهم شوف رقم انا نزل عشرة يعني قياسات نزول او عشرة كيلو نزول شو اللي عم ينزل من وزن ولاش الانسان بيضال مرتاح كل الوقت هو عم ياخد هال او حتى يوقف بيضال هو انسان مرتاح عطول بس لما بدنا نخسر وزن لازم نعرف نحنا شو عم نخسر يعني اهم شي نخسر نحنا هذه الدهون ما نفقد العدل اللي عنا لان العدل عم بيحدد الميتابوليسم لان نسبة لحرق بس لما نخسر عدل يعني بيكون الميتابوليسم عميوطة بيصير جسمنا كتير بطيء ما بقى بيحرق ذات الكمية مع كل من البرودويات الحلو انه كل البرودوي موجه لأشخاص معينة نعم ان كان عندك دو ترواه كيلو بد بتخسري ترواه جور اكس ان كان عندك شهية كتير عالية ما قادر تعمل كنترول على اكلك وبس لما يكون عندك سترس بتعصب بتاكل وبتزيد كمية الاكل فينا ناخد فيا لاين ان كان احنا قادرين نعمل كنترول على شهيتنا وعننا هيدا الارادة ناخد الفيا الاناناس اللي هو فات بيرنر بيحرق هيدا الدهون فكل حال الى برو اليوم مسير جمال ديك فيا تروجول اكس هيدا الواحدين انتم هن كلوا الواحدين بس هيدا شي كتير جديد يعني هي اخر الشي نزال الواقع اللي عملنا هي بالفيا تروجول اكس اه يعني خرق كتير كبير بعملية المحافظة على الوزن نزول الوزن اذا في عنا اول اثنين كيلو ما نقدر نخسرون عنا اياس مضطرين نشيل وتنلبس تياب نعم كنا جايبين نضاقوا علينا ووصعوا علينا كلها الامور هذي فيها تروجول اكس لاخر اثنين كيلو ما عم بيطلعوا ابدا تعرف الجسم بحاجة دايما انه يعمل ديتوكسيفيكيشن ولو مرة بالشهر نعم يعني البكتيريا اللي عم بتفوت على الجسم كلها الامور هذي اللي عم تدخل على الجسم الرواسب الدهنية الموجودة بالكولون اللي ما عم بتطلع ابدا علاجها بالترواج ورأكس باس لانه بيحتوي ثلاث انواع من الحبوب عم نعم ديتوكسيفيكيشن يعني عم ننظف جسمنا من الرواسب الدهنية بيحتوي على ديتوكسر بنحتي عنه بشكل مفصل مع جنة كل واحد شو مهمته وكل نوع حبوب شو بتعمل وشو مهمته وكيف نقدر نخسر مينموم اثنين كيلو شفنا اماني من يومين وهلا كمان اي شخص بيحب ان يكون خسرت ثلاث كيلو اماني احنا منقول دايما نعطي المينموم بعمالية نزول الوزن المينموم عنا اثنين كيلو ممكن بيحل اكتر من مثل مصار مع اماني اليوم احنا اي شخص بيحب يكون معنا على البلاكتوب جرب ترياج راكس اهلا وسهلا هين يعني هي ثلاث ييم بلا صعوب غنا عم 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 نشوف في ال كيف نتائج وشو عم بيعمل مع ليزا مع حسان مع زياد مع كل اللي مع مع كل الناس اللي عم شوف ضعفانين وخسرانين وزن هاي اللي عم يطلعوا على الهو ما عم يرجع يرد وزن من نكون ااكدين انه اخدين شي من فيا لين او فيا ناس او فيا تراجور اكس بينا اليوم كونك دايتشن تنصح كمان بهيدول البرودكت وانت عم تكون دايما موجودة مع زميلاتك بالسطر عم اكس اداية دا الشي كمان مهم للناس ان تكون عم تتعامل مع دايتشن هلا اهم الشي كمان المتابعة ممكن الشخص ياخد البرودوين ما يعرف الطريقة يلا بده ياخد فيه كمان يعني كل شي هي باكتش يعني يعني البرودوين بخفف لنا الشهية بس مهم هيدا النوعية تكون صحية بنفس الوقت ما فينا نكون عم ناكل كمية قليلة وتكون شي شوكولات او شي حلويات وغيرة يعني كمان بنفس الوقت نحنا عنا الاستشارة مجرية ندعى الجميع للي عم يجول عنا كتير عم بلاقوا نتائج حلوة لما يكون في عنا متابعة اكيد انا اتشكر اشترك